اشتركوا في القناة صحيح دفع ومفتوح لكن حسب رأيه هو متساهل فقط ويثق في نفسه كثيرا وكذلك لمن تابع نزالاته السابقة يعرف قوة تحكم شرف الدين بالرينج والمقاتلات خارجه لذا ربما كان تحت الضغط كونه في اهم مرحلة بحياته القتالية نأتي للأرض الامر الذي لم يعجبني حقيقة هو قبوله لوضعيته وعدم فعل اي شيء تقريبا للخروج منها دعك من التهديد بالاخضاء يعني لو كان مقاتل اخر بقرابلينج محترم او بفرانك كان ذلك سيكلفه غاليا لانه هناك نوعين من الخروج وما اقصد انه سيكلفه غاليا انه لما تقبل تلك الوضعية عند الحكام فأنت تخسر الا ان كان الذي فوقك او من الوضعية اللي فوق لا يفعل اي شيء وهناك كما قلنا نوعين من الخروج الاول يكون تقاني على مراحل صاحبه يعرف ما يفعل والثاني الذي يقوم به الكثير وهو النهوض اعتمادا على القوى الجسدية ويكون احيانا او يكون غالبا عفوا لما المقاتل في اوجد عطائه في بداية القتال ونحن لم نرى لا هذا ولا ذا قد يقول لي لماذا تقول هذا الكلام وهو كان فعال من الاسفل بكل بساطة يا صديقي لان سيلفا ضعيف في تلك الحيثية يعني بكل مصارع لديه نقطة ضعف في مراحلتي من مراحل قرابلينج الا النخبة وايضا كان تعبان وبالتالي امام الحكام كان ظاهر شرف الدين هو اللي يعمل كما قلت مقاتل بقاند امباوند محترم كانت المعايير تغيرت ولهذا كان لازم عليه الوقوف الشاهد من القول بان بارباروسا سترايكر خالص لديه امرين مهمين لابد عليه من تحسينهما التايك داون ديفانس لكي لا يتم اسقاطه من الاساس وهنا نأتي الامر الثاني ان سقط يجب عليه تعلم كيفية الخروج والوقوف بحيث يبقى محافظا على قوته من الاخر انت تلعب مثل اديسانيا فيجب عليك اتخاذ منهجي بداية رائعة جدا وحقيقة انها لم توقح من اكرام وتركني مندهشا كوني كنت انتظر اخضاع لكن لا احد ينكر انها مثل هذا في بدايتك بالمنظمة يرفع اسهمك ويضعك على رادار المنافسين حيث ضرب القاضية كانت بداية بتلك الركلة التي صحيح لم تسقط في الهاوس لكنها اوقفت دماغه عن العمل حيث بعد الالتحام الذي قبل القاضية نلاحظ محاولته للمشيتات نفسه ومعرفة موقع قدمه يعني علامات الحيرة والارتباك واضحة عليه ثم تأتي الضرب القاضية بواحد اثنين بسيطة لكن دقيقة وقوية بلمح البصر مباشرة في الفك من طرف اكرام تركتني انا شخصيا غير فهم ما حصل وهذا لسبب كوني منذ بداية القتال كنت على عصابي وهنا نتطلق لهذه النقطة صحيح انهاء ولا اروع وفوز رائع جدا لكن في الهاوس كان افضل منه على الوقت واكرام دفعه مفتوح بشكل مستفز وهوك هاوز الايمن كان يجد مكانه المستقيمة اليمينية اصابته دفع مفتوح بثغارات عديدة متهور في وجومه دون دفاعه امام مقاتل الصف الاول لو يكمل بهذه الطريقة ليستمر الطاولة لذا يجب عليه العمل على تصحيح ذلك وايضا افضل التركيز على المصارعة واستخدام ستراكين كمفتاح للعبتك الاساسية كون هذا سيعطيك الافضلية على العديد من كبار مقاتل الفئة خاصة انك تنتمي لفريق معروف بهذا النوع من اللاعب فوز اخر في الجولة الاولى وبالضرب القاضية يثبت اكرام مرة اخرى انه قادم بقوة وان اداءه هو من يتكلم نجد تحسن كبير عن القتال السابق ودليل اخر عن تعلم هذا الرجل من اخطائه استعمال جيد للفرونت كيك ليقرأ الرينج ويخلى بريتم خصمه استعمال رائع للجاب ايضا في بداية الهجوم واثناء خروجه من ريج الملاكمة في يربك اوراق خصمه دفعه جيد وهجومه متزن هذه المرة مقارنة بالقتال الاول كل شيء كان متزن وفي مكانه حتى اتت القاضية اليه ولم يسرع ايضا قبل الجاب التي اسقطته كان الفيز واثقا بنفسه على مواجهة قوة عليس كارو ولكن ما ان سقط ارتبك واختل عليه كل شيء وهذا يرين حجم القوة التي يمتلكها هذا الاخير اختار اكرام منهجه بصبر والدقة هذه المرة ما ان فقد الفيز تركيزه اخرج سويتش ني غير متوقع باتات خاصة من مصارح وهنا كانت بداية النهاية ادى رعي جدا كما قلنا يتكلم عن نفسه ولوحده على طريقات الامبراطور الاخير نأتي لنهاية الفيديو لذا كالعادة لا تنسوا اللايك والشارع والدعمنا بالاشتراك ايضا نلتقي في فيديو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة